بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة أهلاً وسهلاً فيكم مرة ثانية في مقررنا حياة أربعة حياة ثلاثمائة وثمانتعاش للمرحلة الثانوية الصف الثالث الثانوي المسار العلمي مجموعة العلوم والرياضيات نبتدي بفصل جديد وهو الفصل الرابع الوراثة البشرية والوراثة الجزائية أبغيكم أعزائي الطلبة اتركزون ويانا إن شاء الله اليوم في درسنا اليوم لأنه راح يكون مهم وراح إن شاء الله تترتب عليه أيضاً مفاهيم لاحقة في الدروس القادمة اللي راح نتناول دراستها فراح نبتدي بأول درس إلينا إن شاء الله في هذا الفصل الرابع وهو الأنماط الوراثية المعقدة موضوع الأنماط الوراثية المعقدة أعزائي الطلبة ما راح ندرسه في درس واحد راح يطلب من عندنا مجموعة من الدروس فنبتدي بالدرس الأول في الأنماط الوراثية المعقدة وكما عودناكم سابقاً نبتدي بهذا النشاط نبتدي بهذا النشاط في هذا النشاط بتظهر إلينا صورتين هاي الصورتين يمثلون صفة وراثية في الإنسان عزيز الطالب أبغيك تتأمل في الصورتين وتحدد الصفة الوراثية اللي بتوضحها هاي الصورتين وكيف تختلف هذه الصفة من الصورة الأولى عن الثانية أتوقع توصلتون إلى هذه الصفة طبعاً منلاحظ فيه اختلاف ما بين الصورتين الاختلاف ما بينهم في صفة وراثة شحمة الأذن وراثة صفة شحمة الأذن ففي الصورة الأولى منلاحظ أن شحمة الأذن لو رسمناها بهذا الشكل بينما في الصورة الثانية بتظهر لنا شحمة الأذن بهذا الشكل ففي هالحالة نقدر نقول بأن صفة شحمة الأذن في الصورة الأولى وبعطيها رقم واحد وهذه بعطيها رقم اثنين هنا شحمة الأذن توصف بأنها بتكون حرة أي غير ملتصقة بينما في الصورة الثانية بتظهر شحمة الأذن الصفة مع شحمة الأذن ملتصقة أو بتكون ملتحمة تسمى أحياناً هناها تكون غير ملتحمة أو حرة وهنا بتكون ملتصقة أو تسمى بملتحمة فهذه عبارة عن الاختلاف ما بين الصورتين أيضاً عادةً بتوصف شحمة الأذن صفة شحمة الأذن الحرة أو اللي بتكون غير ملتحمة على أنها صفة سائدة بينما الملتحمة بتوصف على أنها صفة متنحية فإذن في المخلوقات الحية في هناك الكثير من الصفات الوراثية بعضها بتوصف على أنها صفات سائدة والبعض الآخر بتحدد أو بتوصف على أنها صفات متنحية لكن هل دائماً الصفة السائدة بتسود على الصفة المتنحية؟ نشوف مع بعض درسنا اليوم وفي البداية نوقف عند أهدافنا نتمنى إن شاء الله أن نحقق معاكم هذه الأهداف ففي البداية راح أعزاء الطلبة نوضح قانون السيادة الغير تامة و لا نسأل نحن في نشاطنا السابق قلنا فيه هناك صفة سائدة تامة على صفة أخرى متنحية فإذن فيه هناك قانون آخر غير قانون السيادة التامة وهو السيادة الغير تامة أيضاً راح نتعرف على قانون آخر وهو السيادة المشتركة و راح ناخد أيضاً أمثلة تطبيقية على كل من السيادة الغير تامة والسيادة المشتركة و نبدأ درسنا بهذا المثال راح أسترجع معاكم أعزاء الطلبة بعض المعلومات و بعض المفاهيم إلا درسناها في صفوف سابقة و بالذات في الصف التاسع الثالث أعدادي فدرسنا قانون مندل لهو قانون السيادة التامة عدل زين؟ إن إذا حدث تزاوج بين فردين يحمل كل منهما صفة وراثية نقية مخالفة إلى الصفة الأخرى زين؟ فتظهر إحدى الصفتين بين أفراد الجيل الأول وهي الصفة السائدة فهذا معناته عبارة عن سيادة تامة ناخد مثال عشان نسترجع بعض المعلومات في هذا مثالنا إن إذا حدث تزاوج بين نبات بازللا طويل الساق ونبات آخر قصير الساق فوجدوا بأن نباتات الجيل الأول طرازها الشكلي بيكون طويل الساق فالمطلوب مننا نوضح الطراز الجيني للجيل الأول والجيل الثاني أعزاء الطلبة إذا أعطوكم مثال أو تدريب بهذا الشكل حاول تتأمله تقرأ بتأني بدقة علشان تتوصل إلى المعطيات أيضا ومن ثم تركز على المطلوب علشان تجاوبه بصورة صحيحة وواضحة ودقيقة فالآن عطمين المطلوب عاطيننا في البيانات عاطيننا في النشاط أن نبات بازل لا طويل الساق والثاني قصير الساق وكان طراز الجيل الأول الطراز الشكلي أي شكل مظهري إليهم الجيل الأول كلها بتكون طويلة الساق فإذا صفة الطول بتسود على صفة القصر كيف راح أوجد الطراز الجيني للجيل الأول والجيل الثاني أذكركم ببعض المعلومات إلا ذكرتها إليكم راح ذكرتها في البداية إنه راح أخليكم تسترجعونها وإياي درسناها في صف سابق فإذا أردنا أن نكتب الطراز الجيني إلى الجيل الأول معنا ذلك إنه بقف عند الآباء B1 وبحدد الأمشاج B1 بعد ذلك بنتقل إلى ماذا F1 أي الجيل الأول فإذا باجي إلى الآباء بكتب P1 أي parents الجيل معناته gametes اللي هو G1 ما للجيل الأول F1 معناته الجيل الأول برمز إليه F1 الآن نباتات الآباء نبات طويل الساق وآخر قصير الساق طويل الساق باجي إلى صفة الطول باللغة الإنجلينزية وباخد الحرف الأول منها طول فباخد الحرف الأول له تي كابتل هذا بالنسبة إلى الطويل الساق النبات الثاني قصير الساق بعطيه نفس الحرف ولكن بالسمول لتر لكن هل ترك طراز الجيني كتابته للأباء بهذا الشكل صحيح؟ لا ناقص لاحظة بتكون على شكل أزواج متماثلة أي الكروموسومات بتنتظم في خلايا المخلوق الحي سواء قارة جسدية أو تناسلية على شكل أزواج متماثلة فلذلك الكروموسوم الأول عنده مثلاً الجين مال الطول الكروموسوم المماثل إليه بيحمل الجين نفس الجين فبالتالي يسمونها أحياناً أليلات أي الجين وصورة الأخرى بأليل فتكتب بشكل زوجي أيضاً النبات الثاني قصير الساق بعطيه تي سمول تي سمول أسوي علامة التزاوج الضرب بتكون حرفها بيكون كتابتها صغيرة بعد ذلك أكتب الأمشاج لاحظوا شلون بكتب الأمشاج تي كابتل فاصلة تي سمول تزاوج تي سمول تي سمول هذا الأمشاج إفوان إفوان بسوي علامة التوزيع اللي أخذنا إحنا في الرياضيات يعني تي كابتل مع تي سمول تي كابتل مع تي سمول وهكذا فمعنات الجميع نباتات الجين الأول راح يظهر إلينا طرازها الجيني تي كابتل تي سمول أيضا طالبين من عندنا ماذا؟ نباتات الجيل الثاني لا ننسى اللي هو عبارة عن طرازها الجيني علشان أوجد الطراز الجيني لنباتات الجيل الثاني معنى ذلك باجي بكتب بي تو جي تو وإف تو بي تو بيكون نباتين من الجيل الأول تي كابتل تي سمول تزاوج تي كابتل تي سمول الأمشاج ممكن أسوي هذا المربع يسمى بمربع تنت فبيكون تي كابتل تي سمول وأيضا تي كابتل تي سمول بعد ذلك ممكن أكتب وأوجد الطراز الجيني للأفراد أو للنباتات الناتجة من هذا التزاوج في نباتات الجيل الثاني ليش أننا خديني نباتين من الجيل الثاني زاوجناهم فظهر إلينا تي كابتل تي سمول ولاحظوا عزاء الطلبة لما جيت أكتب التركيب الجيني إلى النباتات مالة الجيل الثاني ابتديت أولا بكتابة الجين السائد اللي موجود على جهة اليمين لأننا نكتب الجينات ترتيبها من اليسار عفوا من اليسار إلى اليمين فكتبت الجين السائد على جهة اليسار بعد ذلك الجين المتنحي أقبى مباشرة وهنا انتهى بتي سمول تي سمول فبالتالي لو لاحظنا راح تكون النسبة مالة الطراز الشكلي لو احنا كملنا إلى النباتات مالة الجيل الثاني راح تكون ثلاثة إلى واحد أي ثلاثة نباتات راح تكون طويلة الساق هذا واحد اثنين ثلاثة ليش؟ لأنه بتحمل الجين إلا بيطغي على الجين الآخر وبالتالي بيكون عندنا ثلاثة نباتات طويلة الساق ونبات واحد بيكون عندنا قصير الساق أي بنسبة ثلاثة إلى واحد هذا عندنا حبيت أسترجع معاكم معلومات حول قانون السيادة السيادة إلا درسناه في مرحلة سابقة علشان زين؟ هاي طبعاً الحل علشان انجي نقارنه مع قانون ثاني وهو قانون السيادة الغير تام كيف درسوا قانون السيادة وتوصلوا إلى قانون السيادة الغير تام عن طريق دراسة نبات شب الليل هذا يمثل إلينا نبات شب الليل زين؟ في نبات شب الليل وجدوا إذا حدث تزاوج بين نبات شب الليل أزهاره حمراء ونبات ثاني أزهاره بيضاء أعزاء الطلبة لاحظوا إياينا تجمال التزاوج لو إحنا طبقنا عليه قانون السيادة اللي درسناه قبل شوي في مثال نبات البازلاء فالطويل والقصير عطاننا نباتات طويلة الساق هنا لما درسوا هذا المثال على نبات شب الليل وجدوا بأن نباتات الجيل الأول تميزت بأنها وردية الأزهار وردية اللون أي ظهرت لنا صفة وسطية بين الأبوين الأحمر مع الأبيض لما أيضا واصلوا نباتات الجيل الأول مالت الأفوان سووا ما بينها التزاوج لاحظوا بأنها أنتجت أزهار هذه الأزهار حمراء وردية وبيضاء بنسبة واحد إلى ثنين إلى واحد أعزاء الطلبة لو اتذكرنا أرجع مرة ثانية إلى السيادة التامة في الجيل الثاني افتوه قالت نسبة ثلاثة إلى واحد ثلاثة طويل إلى واحد قصير هنا في نبات شاب الليل لما تم دراسته وجدوا بأن الافتو راح تكون بنسبة واحد إلى ثنين